مرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نرحب بكم من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية نحن الآن متواجدون في ساحة كنيسة المهد إذ يقام يوم فلسطيني لبيع المنتجات الفلسطينية من خلال هذه الجولة سنجري مقابلات مع هؤلاء القائمين على هذا اليوم الفلسطيني إذ أن هذا اليوم يبع فيه فقط المنتجات الفلسطينية معنا هنا إحدى المشاركات الله يعطي عافية الله يعافيك يا هلا فينا نحضرتك أنا يارا من جمعية تراثنا الأصيل للمرأة أنا يارا من جمعية تراثنا الأصيل للمرأة شاركنا في هذا المعرض اليوم عشان نعرض منتجات اللي منعملها بالمؤسسة وشغل يدوي فيه زي صبونة الجمال شغل يدوي فيه دباس كل أنواع دباس زعرور دباس عناب كل أنواع المربى تطليتين عناب مشمش وتين وفيه كمان عندنا زتون وزبدة وفيه كمان نشتغل على المعجنات البيتية يعني كل شيء في هذا المعرض هو منتج محلي منتج محلي صح صنع يدوي كمان لو تعرفينا أكثر عن ما بميز هاي المنتجات الفلسطينية بامتياز البميزة أول شيء نضافة الشغل وأنه هي مصنوعة بماكينات جودتها عالية ومجربة يعني بضمن لك الشغل الموجود 100% شغل نظيف يعني بتختلف عن غيرها من المنتجات إنها خالية من المواد الحافظ أيضا خالية من المواد الحافظة صح يعني من ناحية الصحية هي أفضل أفضل يعني معروف إن فلسطين بتشتهر بهاي الأشياء وخصوصا الدبس والمالبن والأمور هاي من أراضي وإحنا عشان مؤسستنا بيت جالة فإحنا منتعامل مع مزارعين بيت جالة فزيتون مثلا أخذناهم من مزارع وعنب اللي بني كمان مستخدمه للدبس وعنب بين أراضي ومجربة شكرا شكرا في عنا كمان معجنات في عنا تطلي ما بحكي في رغو أوكي في عنا تطلي في عنا مكدوس في عنا معجنات في عنا تطلوب ما بين معجنات تحديدا شو أسماءها ومن إيش مصنوعة في هون سبانخ في هون سبانخ في سنبوسك لحمة في سفيحة في زعتر هات سادة في جبنة وفي غريبة شكرا 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 إليك نتمنى لكو التوفيق إذن مشاهدين الكرام هذه إحدى البسطات هنا في مدينة بيت لحم عرضت منتجاتها للبيع السلام عليكم يعطيك العافية عام الحج شكرا إليك عام الحج شو أنت مشاركي اليوم في هذا المعرض أنا في رأس البدران من الشمال من منطقة طول كرمتين له طول شايف إحنا جمعية تعاونية 105 أعضاءها بنسوك الزتون كل واحد عنده زيادة أشمتن كالزتون بنجي نأخذه بنفحصهم وبنجيبهم على المخزن عندنا مختص وبعدها بنسوي كله مياه هذا كل شو لنا يعني أنتو زيت الشمال وزيتون الشمال الضفة الغربية من ديل اللغطون وديل اللغطون مشهورة و بتعرف أعتقد أو بتسمعت عنها والحمد لله رب العالمين كيف ممتاز زيت الفلسطيني وزيت الشمال الضفة على وجه التحديد والله لأنه جبلية ربنا كان زيتونة لا شركية ولا غربية جايف و أغلب لنا جبل ومن فضل الله زيت يعني إشي يفتخر فيه ميزانه لا إنا لا والله بس تسأل أي واحد عن ديل اللغطون شكرا شكرا عمي الحج نتمنى لك التوفيق ومن زيت الزيتون الفلسطيني ننتقل إلى العسل الفلسطيني مع إحدى المشاركات هنا السلام عليكم يعطيك العافية السلام أهلين يا الله عافية نحن عن أنواع العسل اللي أنتو عرضينها اليوم وشو بيمتاز هذا العسل الفلسطيني طبعا إحنا عسلنا جبل يعني من شمال نابلس من قرية بزاريا فعنا سبحان الله يعني كما ورد في القرآن الكريم وعسل مختلف ألوانه كيف ننميز أن هذا العسل مثلا أصلي أو مش أصلي بصراحة أنت ما بتقدر تميز في الزوك أنه أصلي أو مش أصلي بس إحنا عن طريق المركز الفلسطيني ساعدنا في فحص مخبري وأخذنا شهادة وطبعا كمان في شهادة جودة لعسلنا إحنا من قرية بزاريا هذا من عسل جبالي يعني هذا طبعا في الربيع أزهار الربيع هذا جبالي بشهر ستة أنا كنت بدي أسألك عن أنواع العسل الفلسطيني حسب الموسم أعتقد حسب الموسم أول شي حسب المنطقة طبعا حسب جني النحل للثمار طبعا إحنا منطقتنا الجبلية اللي هي شمال نابلس أكثر إشي الأزهار البرية والربيعية وكمان في الأزهار الصيفية اللي هي الرباط بتروح على آريحة بتلاقي عسل السدر لأنه بيشتهروا هناك أكثر إشي في زراعة أشجار السدر مثلا بتروح على طول كريم ومناطق اللي كانت بيايير الحمضيات فبتذوق طعم الحمضيات سبحان الله حسب المنطقة في فلسطين حسب المنطقة وحسب الأزهار شكرا شكرا إليك نتمنى لك توفيق إذن ننتقل مشاهدين الكرام إلى بسطة أخرى أتيح لها المشاركة في هذا اليوم الفلسطيني السلام عليكم يعطيك العافية سهلا يسعد مساكم حضرتك ساندي خوري من بيت صحور يعني أنت من أهل المنطقة أيوة شو الأشياء اللي اليوم أنت عرضتها للبيع في هذا اليوم الفلسطيني أنا مشروع جديد صبون تشكيل المناسبات للأطفال للكبار هي فيه يعني أشكال صغار في صبون جواها لعبة من شجع الطفل أنه يغسل ويطول اللعبة خصوصا يعني في جائحة الكورونا كنت تسأل عني يعني مناسب جدا هذا العرض مع جائحة كورونا وخصوصا يعني الأطفال بحاجة للنظافة بشكل أكبر والكبار طبعا مزبوطة هو مشروع خلق منه إلى جائحة الكورونا فدائما ركزت على الأطفال أكثر نحن نعرف أن الصابون وخصوصا الصابون لنابلسي مصنوع من الزيت أو بقايا الزيت هذا الصابون اللي أنت عرضيت اليوم من إيش مصنوع؟ من صابون جليسارين وروائح طبعا ريحتها حلوة وطورة وألوان وهيك شيء حلوة شكرا لك نتمنى لك التوفيق معنا هنا إحدى المتسوقات يعطيك العافية أهليني هلا كيف شايف المعرض بشكل عام؟ كيف شايف هذا اليوم الفلسطيني؟ أتحلكم مثلا التسوق بطريقة منيحة؟ لسه أنا هلأ جيت هاي بنتي ساند ساند تكون بنتي فأجينا نشجعها ونشوف إيش فيه كمان وإن شاء الله منشتري أكيد يعني شفت البسطات عرضات شيء كثير مميزة اليوم وكثير حلو 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 يعني بتيحنا المواطن الفلسطيني أن يتسوق أشياء بأسعار منيحة أسعار مناسبة بالنسبة للوضع اللي إحنا فيه أنت معي يعني تشجيع هاي الفكرة وإقامة معارض؟ 100% أكيد شكرا شكرا إليك إذن هذا المعرض هو قيم بالدرجة الأولى لتشجيع المنتج الفلسطيني السلام عليكم الله يعطيك العافية يعني كما تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام في الصورة الزعتر الفلسطيني الله يعطيك العافية الله يعافيك أهلا وسهلا فيكم كنا باختصار عن الزعتر الفلسطيني طبعا هات زعتر فلسطيني مكوناته ممتازة نسبة الزعتر فيه عالية نسبة السمسم كمان عالية فيه سماء فيه زيت زتون كمان يعني من أرض فلسطين ومن خيرات فلسطين وطعمه ممتاز ومواصفاته ممتازة وشو بخصوص الزيت يعني الزيت يبدو من لونه إنه مميز كمان هذا زيت زتون بلدي معصور على البارد قطفة أولى من المعصرة مباشرة بنكون مشرفين على عملية العصر من الحب حتى يطلع زيت مستخرج بيكون تحت إشرافنا وكله ضمن المواصفات الفلسطينية احكينا عن مشاركتك يعني هل مثل هذه المعارض بتحلكم المجال لتسويق بضائعكم وخصوصا إننا في وضع استثنائي ووضع اقتصادي ربما صعب على المواطنين ممكن أنتوا بتعرضوا بضاعتكم كمان بأسعار أقل شوي نعم صحيح إلى أثر إيجابي ولكن توقيتها مش مناسب كثير يعني غالب نعمل آخر الشهر 31 الشهر مفروض ينعمل في بداية الشهر يكون الموظفين قابضين رواتبهم ينعملها دعاية بشكل أفضل وتسويق بشكل أفضل كمان حتى يكون الحضور ممتاز وفي حركة نشطة لأنه دائما بتكون في السنوات السابقة كانت الحركة أفضل من هذه السنة شكرا شكرا إليك إذن مشاهدين الكرام هذا المعرض يعرض فيه كل شيء فلسطيني السلام عليكم نعطيك العافية شكرا عافية شو الأشياء اللي بتبيح أنت اليوم في هذه المعرض أنا زميلي ببيع من جمعية بس هو بيع مرمية جبالية طبعا من الخضر وزبيب وهي مرمية جميلة بإيش بتمتاز عن المرمية العادية أتوقع ريحتها يعني كثير مميزة إذا بتشم ريحتها مليحة اثنين هاي المرمية مشتكي يعني بعل تتحمل للتنشيف هذا زبيب فلادي طبعا من الخضر زبيب للي ما بعرفه هو مصنوع من العنب من العنب آه تنشيف العنب هذا الدبس وهذا الدبس بحتاج لجهد كبير لحد ما يوصلنا بهاي الطريقة وجاهز للاستعرور تطل الزعرور هاي هذا تطل الزعرور هذا ممكن بأخذ جهد كبير كمان يعني إعداد هذا يعني بتحتاج يومين غاية ومين شغل لأنه بدي يوم ترويك وبدي يوم للطبيق عمل عمل زعرور وتطل الزعرور أو ما يعرفه مربع زعرور والدبس بحتاج لأيدي ماهرة أيضا يعني عندي سلطة المكدوس بيت نجان وجوز وزيت زيتون وتوم وعندي سلطة الزيتون نفس الإشي عندنا مخلل اللفت كله طبعا شغل بالبيت عندنا مخلل بيت نجان محشي هذا بقدونس وتومي أو شو كمان عندنا خلاص هاي هي منتجاتنا هاي الأشياء محببة عند الناس يعني بشكل عام فيه إقبال على شراءها آه فيه إقبال المكدوس كتير كتير الناس بتشتري المكدوس وكمان هذا الملبن لزميل رح رح أنتقللها كمان شوي تحكي نعم الشغل الملبن شغلها هي يعني هاي المنتجات بشكل عام فيه إقبال عليها من قبل الناس آه هو فيه إقبال والناس بتحبها بس يبدو أن أوضاع الناس مش سامحا لهم يشتروا حاليا يعني بالأول كان فيه إقبال شديد نحكي هلأ شوي بس مرغوبة يعني مرغوبة عند الناس وبحبوها وإن شاء الله خير ولا سيامة وإنها مصنوعة يعني بطرق بأيدي ماهرة معنا سيدة أخرى هنا تبيع ليعطيك العافية زيادك عافية الملبن البلدي معروف لدى الفلسطينيين بشكل كبير من إيش مكون الملبن البلدي؟ من عصر العناب، سمسم، سميد، الكريش هاي شجرة السنوبر مرغوب عند الناس في إقبال عشراء؟ مرغوب آه الحمد لله منيح بالنسبة لهي الصابون، صابون نابلسي أعتقد نابلسي أعتقد زيت بلدي بزيت الزتون البلدي مصنوع من زيت الزتون؟ زيت الزتون البلدي، بس فيها أي مادة تانية مع السوداء في عندي صوابين لغريسالين، صوابين علاجية وطبية، فيها مواد طبية للبشرة، للوجهة، لغريسالين، فيها مواد طبية لشد البشرة، وطبيض البشرة، والتجاعد، لتقشير البشرة، وتوحيد اللون، وعندي مداليات خشب صناعة يدوية، هاي كلها صناعة يدوية بطريقة فنية؟ أنا بكس الخشب وبلزك عليه شكراً، شكراً إليك في الططل الزعرور الططل الزعرور طيب، شكراً إليك، شكراً إليك، وأنت إحدى المشاركات في هذا المعرض، معنا هنا سيدة أخرى تبيع أيضاً المنتوجات المحلية كما تشاهدون في الصورة، هي تعرض نعم، معنا هنا إحدى المتسوقات في هذا المعرض لتحدثنا عن رأيها بهذا المعرض، يعطيك العافية الله يعافيك يا ربي عافينا عن حضرتك أنا اسمي رفا مسمار، وأنا من نابلس، وجايني اليوم نزور بيت لحم يعني من شمال الضفة جاية لجنوب الضفة الغربية عملية أكيد، آمين قطعت عشرات الكيلوات آه، طبعاً ساعتين سواءة لحد ما وصلت إلى مدينة بيت لحم وصلنا إلى مدينة بيت لحم طبعاً هاي الأشياء أنتو بتهتموا فيها يعني أشياء مميزة بتعتبروها الأشياء اليدوية؟ آه، طبعاً أول شي هي تعتبر صناعات فلسطينية محلية وإحنا لازم نشجعها، وكمان أنا بشجع سياحة محلية إنه إحنا لازم نتواجد في المدين الضفة ونزور ونشوف شو فيه شغلات ممكن أن ندعم بعض وأهم من هذا كله هو منتج فلسطيني بحث يعني الشتع، الجبنة، اللبنة، المكدوس، فهو يعتبر منتج فلسطيني بحث لازم ندعمه يعني أنت مع دعم المنتج الفلسطيني على وجه التحديد في ظل هذه الظروف الصعبة وخصوصاً أن المنتج الفلسطيني أيضاً محارب؟ طبعاً مئة بالمئة، أول شي المنتج الفلسطيني هو هو هويتنا وأكلنا هو هويتنا وهو موروثنا فبالتالي إنه الموروث الفلسطيني لازم ندعمه ونتواجد دائماً في إنه نشتري ونشجع على صناعته زي المشاريع الصغيرة اللي بتكون زي هيك أو مشاريع الشابة لأنه هو أساسي، كل بيت عندنا في زيت زتون وفي زتون وفي مكدوس وفي جبنة فعني هاي من الشغلات الجداً مهمة طيب، بما أنك ضيفت بيت لحم اليوم وأنت من مدينة نابلس أهلا وسهلا فيك كيف بدنا تعرفين على هاي الأنواع الموجودة تعرفي سادة المشاهدين عبر الجزيرة مباشرة وتحكي لهم عن أنواع هاي الأشياء المعجنات والحلويات المصنوعة اليوم؟ يعني هنا إحنا عندنا المعجنات وهو الزعتر الأخضر الفلسطيني واللي بالبصل طبعاً الزعتر أخضر هو ما وسمعه لأنه بدا تبلش الدنيا أنه يطلع للشغلات البرية وهو فعلاً إشي طيب هنا أنت عندك هي حلبة وهي برضو من المنتجات الفلسطينية حلبة أو هناك في عندك أنت المعجنات الفلسطينية التانية اللي هي البيتزا بس بشكل فلسطيني طبعاً هي شغل جداً كويناتها ممكن تختلف؟ يعني إحنا بنعتبر البيتزا الفلسطينية هي ما وجد في التلاجة فهو مكون للبيتزا الفلسطينية إنتي شو عجبك اليوم؟ أكثر إشي عجبك في اليوم التسويقي اليوم؟ يعني أنا فكرة يكون في يوم تسويقي فلسطيني لزيت الزيتون إشي بجنان وخاصة أنا جاي بأولاد أخوي معاي يعني صغار حتى يتعرفوا على شو إحنا عنا كفلسطينيين منتج محلي ويعرفوا إنا إيش إنه شو إلنا في البلد مش بس شجرة الزيتون ومش بس زيت الزيتون اللي بناكلة أو حابة الزيتون إحنا بإمكاننا نعمل صناعة وبإمكاننا نعمل تاريخ وإحنا شاركنا في تاريخ وعم نعمل مستقبل كمان يعني عم يعرفوا شو إلنا وشو علينا فيما يخص منتجات البيتزا الفلسطينية يعني الشعب الفلسطيني قادر على عمل اكتفاء ذاتي رغم كل الظروف الصعبة يعني هي شغلتنا شوي صعبة إحنا لازم نزرع بندورتنا وخيارنا أنا بأكد بهذا الحكي لازم إنه إحنا نعمل منتجاتنا زيت الزيتون نقدرش نزرع عمح بس وينا نستورد دمح مقابل زيت الزيتون اللي إحنا والزيتون اللي بننتجه بإمكاننا الدبس الفلسطيني معروف بالعالم دبس الرمان ولا دبس العنب بإمكاننا أن نروجه كمان نعمل منه منتج ممتاز فأنا بالنسبة إلي لو زيت الزيتون الفلسطيني الزيتون الرومي مثلا إحنا هذا فخر إلا لأنه شجر رومي عمر ألاف السنوات فبعتبر إنه عنا ما نستطيع أن نقول به عاليا لدينا تاريخنا الفلسطيني ونحن ثابتون وهنا على أرضنا باقون شكرا بهذه الكلمات مشاهدين الكرام نؤكد بأن المنتج الفلسطيني يتميز بكثير من الأشياء خاصة أنه صح مئة بالمئة وخالي من المواد الحافظة ومثل هذه المعارض التي تقام في كل عام في كافة مناطق الضفة الغربية تعطي الفرصة للمزارعين ولأصحاب المنازل والمؤسسات من بيع منتوجاتها خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء